بعد موقفه الرافض لحديثة إطلاق النار التي تعرضت لها مكاتب مجموعة تحسين الخياط قبل يومين عين وزير الداخلية والبلديات نهد المشنوق المكاتب مطلعا على الأضرار التي أصبتها وبعد استماعه من المدير الإداري في قناة الجديد إبراهيم الحلبي ومن مديرات الأخبار مريم البسام ونائبة رئيس مجلس الإدارة كرم الخياط على تفاصيل الاعتداء هكذا أن وزارته والأجهزة الأمنية ستقوم بواجباتها لتوقيف الفاعلين ووضعهم أمام القضاء وزارة الداخلية ستقوم بكل واجباتها بصرف النظر عن أي مسألة سياسية أو غير سياسية لإكمال التحقيق وتوقيف الفاعلين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقه جاء كده أول وجديد رحنا باستنادة للقانون اللبناني مضطرين نتعامل مع هذه الحالة باعتبارها حالة تتابع ومنصل فيها لنتيجة أي أن كانوا الفاعلين وهذه مسألة لن نتركها لأنه هذه مسألة هي تاني مرة تتكرر بصرف النظر عن الفرق بين المكاتب الشخصية لمجموعة تحسين خرياط أو لتلفزيون النيو تيفي وهذا مسار لا يجوز أن يستمر ويجب على الفاعلين أن يدفعوا ثمنه بالقانون إلى متى سيبقى هذا السلاح متفلت بهذا الشكل؟ أستاذ عريدة لأننا لا نحكي عن حالة مشكلة البلد السلاح المتفلت جزء من الحالة السياسية بالبلد ليس جزء من الحالة الشعبية وبالتالي هذا السلاح مهمتنا نحن ضبطه لما ضبطه ومحاسبة اللي يستعملوه لما يكون الأمر يتعلق بإذاء مواطنين عن سابق تصور وتصميم سواء كانوا المواطنين رجال أعمال أو بطبيعة الحال أعلاميين اللي نحن حرسين على حرية الأعلام وعلى أنه يقوم بواجبه كاملا دون أن يتعرض لتهديدات سواء بالسلاح أو بغير السلاح ينتابع مع القوى الأمنية كافة التفاصيل حتى الآن القوى الأمنية يعني ذكرت أو وصلت بتحقيقاتها لأنه حددت إذا بدك مواصفات السيارة اللي كان فيها مجهونين وأطلقوا النار عم يتحروا إذا بيقدروا يجيبوا الرقم اللوحة تبعها حتى يعرفوا أنه لمين بتتبع وبصراحة يعني كل القوى الأمنية العجهزة الأمنية عم يتتابع شغله ونحن ناطرين يعني آخر ما توصلوا إليه وهن يعني يعني يعطونا تباعا يعني كل النتائج اللي عم تطلع المشنوق أشار إلى نهوية الأشخاص غير واضحة بعد أما المسائل السياسية فهي من شأن الأطراف المعنية بها وكان مبنى مجموعة تحسين الخياط قد تعرض ليلة الاثنين الثلاثاء لإطلاق نار وأصيبت المكاتب بشكل مباشر بواحد وعشرين رصاصة باسل العريدي قناة الجديد